مرحبا متابعين قناة اقرأ الأعزاء كل ما نعرف بأن هناك أجهزة لتقوية الشبكات داخل المنازل بس لما ندخل السوق نحصل أنواع كثيرة وكل واحد مكتوب عليه معلومات مختلفة عن الثانية ولأننا احنا ما نعرف هذه المصطلحات شنو تعني وشنو استخداماتها فما رح نستخدم هذه الأجهزة وما رح نقدر نقوي الشبكات اللي موجودة عندنا بهذا التقرير رح نتعرف على أنواع كثيرة من هذه الأجهزة شنو استخداماتها شنو المسميات مالتها بحيث اللي دخلنا السوق نعرف احنا شنو الجهاز اللي نحتاجه نروح ونأخذه ونستخدمه لإستخدام الصحيح وبآخر التقرير رح أوضح لكم تقنيتين حديثتين أنصحكم باستخدامهم بس لازم تتعلم من البداية شنو هو الأساس ونوصل إلى التقنية الحديثة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سمعنا عن كلمات كثيرة مثل مودم، راوتر، أكسس بوينت، واي فاي إكستندر، وائرلس بوستر، باور لاين، واي فاي ريبيتر مش، نتورك، بريج، سويتش هذه كلها أسماء لأجهزة تستخدم لتطوير وتحسين الشبكات اللي موجودة عندنا بعض هذه الأجهزة تكون منفردة بروحها وبعض الأجهزة تكون مجتمعة جهازين مع بعض بجهاز واحد فتأدي وظيفتين بدل الوظيفة الوحدة فإذا بدأنا بالجهاز الأول وهو المودم المودم هو الجهاز الأساسي المسؤول عن ربط الشبكة بالإنترنت سواء كان الانترنت اللي تاخذه من الخط الأرضي اللي هو الـ DSL أو الـ Fiber Optic أو كان ياخذ الانترنت عن طريق أبراج الاتصالات مثل شبكة 4G والـ 5G أيضا المودم موجود كمعالج بأجهزة الهواتف اللي عندنا لذلك نشوف أنه أجهزة الهواتف اللي عندنا فيها شبكة 4G أو 5G هذا عبارة عن مودم داخلي موجود بأجهزة الهاتف الجهاز الثاني هو الراوتر والراوتر هو الجهاز الأساسي اللي يسوي لك شبكة انترنت سواء عن طريق الكابلات أو عن طريق الـ Wireless داخل البيت أو بالمكان اللي تحط فيه هذا الراوتر وأغلب الراوترات المستخدمة حاليا يكون فيها مودم فهي تتعامل مع شبكتين الشبكة الأولى للتواصل مع الانترنت وهي المودم والشبكة الثانية الشبكة الداخلية اللي احنا نسويها عن طريق الكابلات أو عن طريق الـ Wireless في بعض الأحيان نلاحظ أن على شبكة الـ Wireless في علامة تعجب صفرة إذا كنا نستخدم الـ Windows أو في علامة تعجب عادية إذا كنا نستخدم الهواتف المتنقلة وهذا يعني بأن المودم الموجود داخل الراوتر غير متصل بالانترنت ولكن الشبكة الداخلية موجودة إذا الراوتر مسوي شغله والمودم مو مسوي شغله يحتاج إلى تعديل بالإعدادات أو أن الاشتراك قد يكون منتهي لكن الشبكة الداخلية الـ Wi-Fi موجودة وهو شغل الراوتر وشغاله معك الجهاز اللي بعده هو جهاز الـ Access Point جهاز الـ Access Point يستخدم لتكبير الشبكة اللي أنت تستخدمها فتوصل لك كابل من الراوتر إلى الـ Access Point ورح يعطيك شبكة Wireless فهو يأخذ كابل ويعطيك Wireless بس الـ Wireless اللي رح يعطيك هي رح يكون باسم شبكة مختلفة عن شبكة الراوتر فرح يكون عندك شبكتين بالبيت باسمين مختلفين أما جهاز الـ Wi-Fi Extender فهو رح يسوي نفس الشيء رح يأخذ عن طريق الكابل ويعطيك شبكة Wireless ولكن رح يستخدم نفس اسم شبكة الـ Wireless فإذا أنت كنت يم الراوتر أو يم الـ Access Point ما تحتاج أنك تغير الشبكة عن طريق إعدادات الـ Wi-Fi لأنه هو نفس اسم الشبكة نفس الـ Password فرح ينتقل معاك تلقائي من الجهاز الأول للثاني بس لا تنسى أن هذا الجهاز يحتاج أنك تمد لكابل من الراوتر إلى الـ Wi-Fi Extender عندنا جهاز الـ Wireless Booster جهاز الـ Wireless Booster ما تحتاج أنك تمد كابل بين الراوتر إلى هذا الجهاز عشان يعطيك شبكة ثانية رح يشبك Wireless على الـ Router اللي موجود عندك إذا الـ Router كان يسوي Wireless هذا رح يشبك عليه عن طريق الـ Wireless ويعطيك شبكة Wireless ثانية ولكن هذا النوع من الأجهزة أيضا رح يسوي لك شبكتين فرح تحتاج أن يكون اسم الشبكة مختلف عن الاسم الأول والـ Password قد يكون مختلف أو لا فتحتاج أنك تنتقل يدويا بالتليفون من اسم الشبكة الأول إلى اسم الشبكة الثاني أما جهاز الـ Wi-Fi Repeater فرح ياخذ الـ Internet Wireless من الـ Router وينقلك إياه Wireless بنفس اسم الشبكة وبنفس الـ Password فما تحتاج أنك تغير الشبكة وما تحتاج أنك تمد كابل بين الـ Router وجهاز الـ Wi-Fi Repeater عندنا جهاز الـ Bridge جهاز الـ Bridge عبارة عن جهاز رح يستقبل Wireless ويعطيك كابل عادة يستخدم هذا الجهاز إذا كان عندك جهاز ما يقبل الـ Wireless فقط يقبل الكابل وإنت الـ Internet عندك بالبيت أساساً Wireless وما تقدر تمد كابل من الـ Router إلى الجهاز اللي أنت تميه ممكن تكون المسافة بعيدة فرح تتيب هذا الـ Bridge ويشبك Wireless على الـ Wireless اللي موجود بالـ Router ويعطيك كابل أما الـ Switch فهو عبارة عن جهاز تدخل لكابل واحد في إنترنت أو في شبكة ويعطيك كابل كثيرة بحيث أن أي جهاز تربطه عن طريق الكابل بهذا الـ Switch رح يقدر يدخل على الشبكة واحدة سواء لمشاركة الإنترنت أو مشاركة الـ Hard Disk أو مشاركة الـ Printer وغيرها أما أحدث تقنيتين موجودين حالياً وانصح الكل باستخدامها وهم يعتبرون الأسهل بالأعداد والاستخدام التقنية الأولى اسمها المش نتورك المش نتورك عبارة عن ثلاث أجهزة أو أكثر على حسب الأجهزة اللي أنت تشتريها يشبكون كلهم على شبكة واحدة يأخذون النت من بعض عن طريق الـ Wireless ويستخدمون اسم الشبكة واحد فرح تقدر توزع ثلاث أجهزة بالبيت أو ستة أو أي عدد أنت تبيه وكلهم رح يكونون على شبكة واحدة والإنترنت يصير متنقل فيما بينهم والأعدادات لهذه الشبكة عادة تكون جداً سهلة عن طريق Application بالتليفون تضيف الأجهزة اللي أنت بتعرفها وبعدين تنقلك الواحد إلى المكان اللي أنت تحتاجه أما التقنية الأخيرة والأحدث فيهم فهي تقنية اسمها Power Line Power Line عبارة عن جهازين الجهازين راح توصلهم بالكهرباء الجهاز الأول يكون يمن راوتر توصل له كابل من الراوتر إلى هذا الجهاز ويأخذ منه الإنترنت وينقل الإنترنت هذا عن طريق نقاط الكهرباء في المنزل فإذا كان عندك على سبيل المثال أكثر من دور وتبت تسوي لكل دور شبكة مختلفة عن الثانية أو عندك سرداب اللي هو الدور اللي يكون تحت الأرض عادة ما توصل للشبكات هناك فأنت تقدر بالدور الأول أو بالدور الأرضي تركب هذه القطعة عند الراوتر وتأخذ الإنترنت من الراوتر إلى هذا الجهاز وينتقل بالكهرباء إلى الجهاز الثاني الموجود بالدور اللي ما يوصل لإنترنت ولكن الجهاز الثاني أيضا لازم توصله على راوتر يعطي شبكة ويرلس هذا الجهاز ما يعطي وايرلس لذلك لازم يكون عندك راوترين واحد يأخذ النت واحد يستقبل النت من الجهة الثانية ويعطي وايرلس للمكان اللي أنت تحتاجه فتقنية البورلين راح تنقل الإنترنت عن طريق نقاط الكهرباء وما تحتاج تمديدات خاصة ولا تحتاج أن تعرف أن الوايرلس راح يوصل إلى المكان الثاني بحيث أن يركب أكسس بوينت أو ريبيتر أو لا لأنه راح ينتقل عن طريق الكهرباء وكانت هذه أبرز أنواع الأجهزة اللي نستخدمها لتطوير الشبكات شكرا على المشاهدة وأتمنى أن الجميع استفاد كان معاكم سيد محمد الهاشمي ومع السلامة شكرا على المشاهدة واسرات المو夫 شكرا على المشاهدة موسيقى اشتركوا في القناة